ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي عبدالحسن الشمر سيد عبدالحسن أهلا بك شكرا لقبول الدعوة يعني مشكلة نقص الطاقة الكهربائية أثقلت كهدى المواطن العراقي يعني إذا أردنا نتحدث من قبل سقوط النظام السابق حتى يومنا هذا حسب المعطيات التي تتوفر لديك ما هو حجم التغيير الذي قدمته الطبقة السياسية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا في قطاع الكهرباء هل هناك تغيير ملموس؟ أولا انتحية لك ولمشاهدي قناة الحرة الحقيقة لم تقدم منذ 2003 لحد الآن لم تقدم الدولة شيء يذكر بالموضوع الكهرباء بل بالعكس هناك سرقات هناك نهب هناك نهب للأموال مع الأسف هناك عدم وجود طاقة كهربائية مع العلم نحن الوصول أن نكون باعتبارنا ثالث دولة مصدر للنفط أن نكون مثل دول الخليج الأخرى السعودية الكويت البحريين قطر دبي شارقة يعني مثل هذه الدولة عمان مثل أردن أيضا لأنه ما ما أقول للعراق البلد النفطي هذا العملاق صار في عطاع السنة ما يقدر يوفر كهرباء بالعكس الكهرباء الحقيقة أجهزة توليد كاملة لكن يسرق الوقود من هذه المحطات إضافة لهذا الآن القطع الخاص وفر كهرباء 14 ساعة للمواطنين يعني من خلال المولدات القطع الخاص وبالتالي هذا القازو الذي يصرف إلى هذه المولدات لو يصرف إلى محطات التوليد لكان يكفي أنه ننطي 20 ساعة و20 ساعة يوميا السيد عبد الحسن المشكلة عندنا بالإدارة هل الخلل بالضبط هو في محطات الإنتاج النقل أم التوزيع لأن هناك ثلاث مراحل تمر بها الطاقة حتى تصل إلى المواطن نعم الحقيقة الواقعة اللي المر بها أنه المشكلة ليست بالتوليد المشكلة بسرقات التوليد يعني الوقود الذي يصل إلى محطات التوليد الموضوع الآخر أنه شبكات التوزيع مع الأسف لحد الآن لا يوجد زمن نظام سابق 30 ألف موظف في الكهرباء لكن الآن عدنا 350 ألف موظف في الكهرباء انطيني هل تشاهد في بغداد والمحافظات أكو جهات فنية تنظم الأسلاك المتدلية بسبب الحرارة هل هناك الصيانة الموجودة على هذه الخطوط التوزيع صحيحة كلها خطأ إذا ما يدفع المواطن مبلغ من المال لا يمكن تصحيح الكهرباء في بيته وفي شارعه وفي منطقته هذه كهارثة كبيرة تبديل محولة يستغرق من 30 إلى 45 يوم بينما هي الأصول المحولة تجي بنفس الساعة تجي محولة إذا احترقت محولة ينطل نصب حتى غيرها نحن مشكلتنا الآن في الإدارة في الإدارة وواضح نحن مشكلة العراق الإدارة سيد عبد الحسن إذا أردنا نتحدث بشكل ربما علمي ومنهجي لماذا لا يتم الاستثمار في هذا القطاع بشكل يوازي الدول الأخرى إذا أردنا نضرب مثال تركيا أو مصر خصخصة قطاعي التوزيع والإنتاج وموضوع النقل يبقى على عاتق الدولة لأن الدولة هي ما تتحمل مسؤولية توفير الأمن وتتعرف المحولات الكهرباء والتي توصل الكهرباء يجب أن تكون مؤمنة لماذا لا تتم خصخصة هذين القطاعين حاله كحال الدول المتقدمة الحقيقة بدأت تجربة في العراق قبل حوالي سنة أو سنة ونص بخصخصة الكهرباء عن طريق التوزيع جلب الإرادات وصيانة خطوط التوزيع لكن هذه التجربة فشلت لماذا فشلت؟ لأن الفساد المالي الموجود في هذا الجانب أثر كثيرا على أداء شركات القطاع الخاص إضافة إلى شركات القطاع الخاص أغلبها تابعة على أحزاب سياسية تقود الدولة وبالتالي لا يمكن التفاهم معهم الحقيقة نقع في مشكلة كبيرة لأن القطاع الخاص لا يأخذ حريطها بالعمل وبعدين نحن الآن موظفين عندنا كثر نسوي شركات للصيانة شركات أخرى من نفس الموظفين ونستفاد من الموظفين أما نسرح الموظفين وننطيع القطاع الخاص وبالتالي القطاع الخاص هو يكون صاحب الأداء الفعلي لكن نحن فشلنا في كل الجوانب لأنه حتى الضغط على القطاع الخاص يؤدي إلى فشل القطاع الخاص وإلا أنت اللجان اللي شكلت الآن في البرلمان لماذا لا يكون مش شريك لهم القطاع الخاص؟ القطاع الخاص سينطح حلول حقيقية وواقعية لأنه الآن أغلب الإدارات في الحكومة العراقية وفي الوزارات ومن ضمنها الكاربة الحقيقة إدارات غير كفوة وغير قديرة على إدارة ملف الكاربة أو ملفات الأخرى هذه مشكلتنا نحن في العراق شكرا جزيلا عبد الحسن الشمري الخبير الاقتصادي كنت معنا مباشرة من بغداد